في الآونة الأخيرة حتى يعني المهاجم جو استدعى بعد إصابة دامياو يعني والأرض والجمهور والمدينة مدينة نادي جريميو نادي الكبير في البرازيل والبرازيل في حالة هجوم بالقرى جول 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 البرازيل البرازيل في بورتو أليغرا تسجل الهدف الأول بواسطة أوسكار هكذا يرغب المشجع والمشجع البرازيلية والجماهير البرازيلية هكذا ترغب أن تلعب البرازيل تتناقل الكرى تصل إلى المرمى شوف ناحب معي فك الكرى هنا والانطلاق من فريد هنا فريد ينطلق ويحولها صح خلاص الكرى صح استقبال صح وحطها صح كل شيء صح في اللقطة السابقة الفك الكرى صح التسليم صح الاستلام صح وحطها صح أوسكار وسجل للبرازيل الهدف الأول في المباراة لكن جاتك المرتدة خطيرة 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 وحلوة يمكن الثاني يمكن الثاني والله ما عجبني ما خلاص نشوف نشوف يمكن يمكن تاتي وعاة دول دول للبرازيل تأخر فيها لاعب المنتخب البرازيلي ولكن بعد ذلك أيضا أتت المتابعة من هيرنان نيز اللاعب البديل اللاعب اللي اشترك قبل قليل بل هي اللقطة شوف أنا في لقطة مع جناتني لأن المرتدة حلواتها في سرعتها هي تأخرت فيها وعقد الكرة نوعا ما لكن لاحب تمركز هيرنان نيز فيها اللقطة السابقة واللعبة حلوة حلوة كانت بالأخير نعم تأخرت المرتدة ولكن اعتقد كانت بصالح اللعبة في نفس الوقت اللي اعتقد أن نيمر نقل الكرة لمسة جميلة من نيمر إلى هيرنان نيز وبالتالي البرازيل تتقدم بالهدف الثاني نيمر يصنع الهدف الثاني وهيرنان نيز يسجل هدفه يسجل حتى وقت غافي وبعده ممكن بدل ضائع هنا هنا المعلق يتبهدل مارسيلو ينطلق مارسيلو يتقدم مارسيلو يقول تجوم غربة جزاء ها ها احتسابها يقول حكم المباراة مارسيلو مارسيلو يتقدم وللبرازيل ضربة جزاء فرصة شوف 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 العرقلة أمامك واضحة وصريحة العين ترى وحكم المباراة يرى اللقطة أمامه واللعبي المنتخب البرازيلي يشاهدون الآن أن فريقهم عنده فرصة لتسجيل الهدف الثالث لوكاتس مورا لاعب شاب بطل مع فرنسا بريسا جمع بالسن العشرين سنة في ملعب المباراة أرينادو جريبيو يأتي الهدف الثالث يبغون البرازيليين فيهم فيهم حر البرازيليين يبغون الثالث شاكنا بيسجل والله عنده تقى ما أدري لوكاتس مورا يسجل حطها والله جول يسعد البرازيليين كل البرازيل سعيدة الثالث للبرازيل لوكاتس مورا يسجل الهدف الثالث هنا يستانسون عدل هنا يفرحون عدل هنا لأن بعد التعادلات وبعد التصنيف المتأخر وبعد الأداء الغير مقنع يأتي هذا الشوت أعتقد أنه الشوت الأفضل للبرازيليين في المباريات الأخيرة وبالتالي الآن هذا الفوز الذي يدون البرازيليين